بسم الله الرحمن الرحيم تابع أمثلة على تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح تحليل الربحية هناخد مثال ثلاثة الشركة الصناعية XXX تقوم بإنتاج منتجها الوحيد فيه وتستهدف تحقيق نسبة صافي ربح إلى المبيعات 25% يبقى المراضي خلي بالك هنا الربح معطى في صورة نسبة مأوية فإذا كانت التكاليف الثبتة السنوية 225 ألف ريال والتكلفة المتغيرة لإنتاج الوحدة 27 والتكلفة البايعية المتغيرة لتصويق الوحدة 23 وسعر بيع الوحدة 80 نلاحظ هنا المرة دي التكلفة المتغيرة معطى رقمين المتغيرة للإنتاج كانت 27 والمتغيرة للتسويق يبقى المفروض كل المتغيرة لبعضها بيجمع الرقمين دول مع بعض المفروض الرقمين دول بيجمعه مع بعض لما نحل يبقى دي التكلفة المتغيرة للوحدة نشوف المطلوب المطلوب يحسب كمية وقيمة المبيعات المستهدفة لتحقيق هذه النسبة من الأرباح يبقى لما نطبق هنشوف الحل هاجيب الأول هامش المساهمة للوحدة اللي هو سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة يبقى يساوي سعر بيع الوحدة كان معطى بـ 80 التكلفة المتغيرة للوحدة كان عبارة على الرقمين متغيرة للإنتاج ومتغيرة للتسويق يبقى بنجمع الاتنين مع بعض ويبقى الـ 80 أطرحها من مجموعة 27 زيادة 23 يطلع لي هامش المساهمة للوحدة 30 ريال نسبة هامش المساهمة نسبة هامش المساهمة بتيجي من اسمة هامش المساهمة للوحدة مقسومة على سعر بيع الوحدة في مية نعوض هامش المساهمة للوحدة كان حسبناه بـ 30 وسعر رباية الوحدة كان معطى بـ 80 يبقى 30 على 80 في مية تطلع النسبة 37.5% 37.5% نجيب بقى قيمة المبعات التي تحقق ربح كذا في المية ربح كذا في المية قانونه أو العلاقة الرياضية اللي بيحسبها تكلف سبتة مقسومة على الفرق بين نسبة هامش المساهمة ونسبة الربح المستهدف بالقانون التكاليف الثبتة مقسومة على نسبة هامش المساهمة ناقص نسبة الربح المستهدف بالتعويض يبقى قيمة المبعات التي تحقق ربح 25% بتساوي المتين خمسة وخمسين الف دي اللي هي التكاليف السبتة معطى مقسومة على نسبة هامش المساهمة دي اللي هي نسبة هامش المساهمة اللي هي 37.5% حسبناها والخمسة وعشرين في المية دي اللي هي نسبة الربح اللي عايزيني حققها نسبة الربح بالتعويض في الارقام يبقى ميتين خمسة وعشرين الف مقسومة على الفرق ما بين السبعة والتلاتين ونصف في المية والخمسة وعشرين في المية طلع الفرق هنا اتناشر ونصف في المية نصفيها بالقالة الحزبة بقيمة المبعات التي تحقق ربح 25% بتساوي ميتين خمسة وخمسين الف على اتناشر ونصف في المية تطلع اتنين مليون واربعين الف اتنين مليون واربعين الف دي القيمة عايزة حولها الكمية يبقى كمية المبعات هتساوي قيمة المبعات اللي احنا حسبناها اتنين مليون واربعين الف اللي جات من هنا نسمع على سعر الربح الواحد اللي كان معطى اللي كان معطى في التمرين يبقى اتنين مليون واربعين الف على 80 تطلع كمية المباعات اللي بتحقق الربح اللي هو الـ 25% اللي معطى تطلع الكمية هنا 25500 واحد مثال 4 تبغي منشأة تحقيق 20% من الإيراد كأرباح مستهدفة كما أن التكلفة المطيرة تعادل 60% من الإيراد التكلفة المطيرة هنا معطى في شكل نسبة مقوية عشان منها نجيب المكمل اللي هو نسبة هامش المساهمة والمطلوب تحديد مستوى النشاط بالريال إذا علمت أن التكاليف الثابتة كانت معطى بـ 10,000 ريال الحل بنجيب نسبة هامش المساهمة الهي 100% ناقص نسبة التكلفة المطيرة 100% ناقص نسبة التكلفة من دركة معطى بـ 60% يطلع نسبة هامش المساهمة 40% طب قيمة المباعات التي تحقق ربح كذا في المية كان عبارة عن التكلفة سابتة على نسبة هامش المساهمة ناقص نسبة الربح المستهدفة بالتعويض يبقى قيمة المباعات التي تحقق ربح 20% تساوي العشر تلاف دي اللي هي التكاليف السابتة على مقسومة على نسبة هامش المساهمة كانت حسبناها بـ 40% ناقص نسبة الربح اللي هي كانت معطى 20% نصفيها يبقى قيمة المباعات التي تحقق ربح 20% هتساوي العشر تلاف على 20% 20% دي اللي هي الفرق بين الـ 40% والـ 20% طب اقسم يطلع لي قيمة المباعات التي تحقق ربح 20% 50 ألف ريال ترجمة نانسي قنقر